تعليقكم أنتم على طريقة إدارة الأزمة اليوم في الصحة العمومية إنهيار هذه المنظومة يقابله عملية تلقيح بطيئة تشبه الكثير من العيوب شنو تعليقكم على هذا؟ شوف ما فماش تعليق أكثر من نتائج الملموسة في الواقع هو كيف يجي قيم إنسان أعطيني نتائج متاعك نحكم عليك بكل موضوعي أنسى أني في المعارضة وأنسى أني في حزب ما أدعمش المشيش اليوم النتائج ربي يرحم الناس اللي توفات من جورة الوباء ذا وربي يشفي الناس المرضى واليتعاني وإن شاء الله نخلط على قل ما ندارك وما يمكن تداركه في إطار هذه الأزمة الكبيرة التي تعاني منها تونس اليوم عنا نقص كبير في الأكسجين تحية للجزائر الشقيقة هذا هو اللي لازم نخم عليه اليوم في تونس على مستوى اقتصادي ولا على مستوى دبلوماسي هو الجزائر وليبي أظم الجناحات متاع تونس اللي تنجم تقفز بها من المرحلة القادمة اقتصاديا وإلا معناها صحيا صحيح نكشفت الجزائر عاونتنا حتى في التلاقيح حاولت تتعاوننا في إيجاد بعض المساعي لكن احنا اللي مقصرين في كل شيء لأنه ما حلناش تنوات الحوار مع الجزائر كيف كيف في ليبيا في عظمان نمشيوا اللي يوم كنا ننجموا نمشيوا الليبيا معناها رينا كان زيارة لرئيس الجمهورية اللي هي في ذحب بينما الدول الأخرى من جميع أقاسي العالم جاي الليبيا وتحاول معناها تبحث على المشاريع استثمار وتحاول تجذب المستثمرين الليبيين البلدان وتمشي هي تستثمر زيادة كيف كيف معناها في ليبيا احنا هنا قاعدين نتفرجوا قاعدين في المهازل قاعدين ماشيين نتفاوضوا في علاقات التوانسة ما غير من نشاركوا التوانسة وماشيين الوطن وحتى واحد ما يعرفه فاش ماشي يفاوض السيدة لمشي يفاوض رغم اللي هو ما عندوش حتى مشروعية لمشروعية انتخابية شخص ما أنا منعرفهوش كريمون لانه هشام مشي شي حتى واحد تونسي من تخبو حتى واحد تونسي معتاه معناها المشروعية اليوم بشي يفاوض بالقوط ولكنه رئيس حكومة اليوم يقود هذه الاختينة وماشي ما غير ما جاء للمجلس وشاوره وما غير ما أعلم التوانسة في بلاغ للرأي العام لانه اليوم المهز لانه اللي نشوفه في معناها بعض الوراقات ما نشعارفها صحيحة ولا مش صحيحة يسربوا فيها الاعلاميين الأجانب زادة مش حتى التوانسة ويقولوا رأوا هذا رئيس حكومتكم ماشي يفاوض عليكم في أمور معينة معناها بعض الإجراءات كما التقليص في عدد المواصفين كما معناها البيطالة الوجوبية معناها وإلا الاختيارية أنا منحبش نعلق على حاجة مش وارحة لكن الأمر المشيشي اليوم لكن يمكن أن تعلق اليوم على أنه وزارة ماليتنا وأعداد من الشخصيات تونسية اللي مشيت تتفاوض في واشنطن لا نعلم بماذا ستفاوض أنتم المفروض أنه حتى كيفحنا وهذه سياسة التعتيم الأعلامي تقريبا ما هيش غريبة على الحكومة الحالية ولكن أنتم كنواب شعب برد النظر أنتم في محاكمة معظة ولا غيره كلمة فرض نلقى عندكم المعلومة شنوه اليوم الشروط اللي طالبت علينا صندوق النقد دولي وماذا سنرد أحنا وشنوه الكثير من أجل القرض معناها إنسان هارب بيقتم ما ننكلم تعرف مجلس نواب الشعب قد جاه يشامل مشيشي جاء المرة الأولى لتأخذ ثقة للحكومة والمرة الثانية في التحوير الوزاري باقيها أو مرة تسبب فرنسا أو مرة تسبب واشنطن كيف عمل ناطق رسمي لتأخذ الوزراء أغلبيتهم هربوا معناها من جلسات المسائلة للجان وإلا الجلسات العامة عندما تلاف معناها حكومي يعطل في المكتب المجلس إجراء جلسات مع رئيس الحكومة لأنه بصراحة فاقدوا الشيء اللي يعطيه هو سيد ما عنده مش يجي بش يواجه ما ينجمش يجي يواجه النواب الشعب التونسي بحتى شيء لأنه في أي موضوع تلقاه فارغ ما عنده حتى شيء إلا بعض ما نهى الناس اللي تدعم فيه فقط بش تقضي المصارح المتاح إذن ما زلت تتعمق الأزمة مبين البرلمان الحكومة ورئيس الجمهورية بصرف النظر كما قلت على أنه إحنا كمواطنين عاديين لا نعلم فحو هذه المفاوضات ولا نعلم شنو بش تتعهد به حكومتنا اللي كان عنده أثر ونعكس مباشر على حياتنا في غضون ثلاثة واربعة سنين وفي جهل تام بش يتم التفاوض من غادي الغادي ويوم بعد نسمع ربما بعد ما يتم التفاوض قدش بش تعطينا لفمي في نفس السياق اليوم في غياب المعلومة في غياب التواصل هذا يما بين رئيس الحكومة والبرلمان مدروم بحزامه السياسي تم التصويت يوم أمس على المرة الثانية لقانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية بعد رده من قبل رئيس الجمهورية وهو ما يعني إلزام هذا الأخير بالختم في غضون يومين يقتضيه الدستور إذا كان ما تم شطعا في دستورية هذا المشروع غير متاحة في أرد للمرة الثانية اليوم إلى أين يقودنا البرلمان في هذه الأزمة يعني اليوم كينها كتبينج طانج لرئيس رئيس رد اليوم نحن نعود نسكر عليه الإمكانية الدستورية وهنا نرجع له هل اليوم هناك رجل رشيد في البرلمان يقول أنه يجب أن نمشي لحالة الأزمة السياسية لا لمزيد تعميقها أكثر فأكثر شوف هي الوضعية القانونية قبل السياسية خلينا نحكي لك الوضعية القانونية الوضعية القانونية سليمة طالما أنه كل شخص سؤالة كل مؤسسة مارس في صلاحياتها ذي حق حتينا في الدستور لرئيس الجمهورية باش يمارس صلاحيات وفرد المرة ثانية مارسه بركة لو فيه أجابوا مجلس نوعب الشعب زادة كيف كيف عن طريق معناها الهياكل والمؤسسات ولو أنه فهم معناها برشة خروقات شابة الجلسة العامة الفارتة وكل شيء لكن لحد هذا اللحظ إذا كاننا بعده على السياسة كل واحد يمارس في صلاحياته بالطريقة اللي يشوفها رئيس الجمهورية مارس صلاحياته مجلس نوعب مارس صلاحياته لكن الملخص شنو المشهد اللي يصدر للرأي العام شنو هو الصراع وأنه كل واحد يمارس صلاحياته موش للقناعة موش لتحسين النص أحنا لو كان جينا الهدف متاعنا تجويد النص اللي يخرج من المجلس رأنا نكونوا فرحانين حتى الدارسي القانون وشراح القانون يبدأوا فرحانين وشيخين يقولوا أو ثم تحسين أو ثم تجويد للنص لكن أحنا الصراع كان هو كل واحد عندي صلاحيات مارسها والآخر عندي صلاحيات مارسها باش نضغط على الترف المقابل لأنه الدليل الدليل في الزوز مرات اللي صاروا ما فماش مقترحات لرئيس الجمهورية كيف رجع قال نحبه يرجع لخاطر ثم فصل هذا ركحوه رئيس كان واضح أسقط هذا المشروع شكلا هذا التنقيح شكلا وقال أنه مسألة متعلقة بدستور يقتضي أن يتم حداث المحكمة الدستورية في غضون سنة على القانون وكانت قراءة على المحكمة الدستورية التصور لها في المطلق أنه يرى أنه لا يمكن إلى حد الآن إرسال محكمة الدستورية في ما بعتبار أنه فتنعاء كيف كيف المجلس حتى في القراءة الثانية ما تمش التعديل ما تمش التعديل هو حافظ على الفصل كما هو الشيء اللي خلي معاش فهم أمكاني لتعن بعدم بعدم الدستورية لأنه إذا كان تم التعديل كان تفتح الأمور مرة أخرى أنا نرجع نقول ما هو تونس تونس لازمها راوة لازمها كما قلت أنت معناها رجل حكيم يجي النس تتحاول في الأخير معناش حتى خيار في تونس يأما بيش نرفع أصلاحها لبعضنا لا قدر الله يأما بيش نتحاول وهذا خيار بشي معناها يتمسكوا الموقف متاعه وما عنده هنا يهز تونس إلا للهلاك لا قدر الله نحن اليوم في تونس لازمنا حوار يخرج بحكومة إنقاذ وطني وخلي معناها هل من الممكن اليوم إجراء هذا الحوار حتى البرح زيدة رئيس الجمهورية فيه لقاءه بأمين عم حركة الشعب أكد أنه مزير مستعد معاكم في الكتلة الديمقراطية نوابهم معاكم في ذات الكتلة أكد بأنه يجب أن يكون فهم حوار ولكن التونس شخص المشاكل المتاحهم ويعرفوها والحوار يجب أن يكون على هذا الأساس اليوم هل مازال ممكن إجراء حوار وطني ما بين هذه الأطراف السياسية بعد ما وصلنا إلى وضع من الأزمة التي تقريبا لم يكن فهم كوميكاسيون باتتا تواصل ما بين رئاساتها ثلاثة وأكثر منها كالأجنحة الموالية لكل طرف في هذه الأزمة خاضت الصراع إلى أقصى ما زلت اليوم مرجوع التالي للحوار الوطني هو أصلا ما عاش عنا حتى حل إلا الحوار الوطني ما عاش عنا حتى حل في تونس إلا الحوار الوطني لأنه إذا كان باش نواصلوا هيك راهوا ماشيين الكارث اقتصادية واجتماعية وماشيين الثورة جديدة اللي هي باش تكون مرضية ثورة الجيعة لأنه بصراحة معنا ما نشن بالغ راهوا الوضع الاجتماعي في تونس أصبح كارثي القاسي والداني يعلم ماذا شوف أنت اليوم في رمضان حتى كان تقبل بسبب ما يمكن الجيحة الصحية معناها تعطلت برشا كالمواعد الإفتار وتعطلت المبادلة الإنسانية وبسبب معناها المانع التنقر والجوالات برشا حاجة اليوم خليت الظروف مثل العيش مثل التونسي بسبب الأزمة السياسية نقولها بسبب أساسا الحكومة هذه راه الوضعية السياسية تقلي تأدي الانفجار هذه معناها حتى قاعدة فيزيائية معناها ونهربين منها أنا نقول أنه الحوار لازم منه تحت إشراف معناها السيد رئيس الجمهورية طبعا لأنه بأتباره بالدستور هو معناها الضام لحماية الدستور وزيد معناها نور ممترفع على جميع الصراعات الحزبية والسياسية ونشارك فيه جميع المنظمات المجتمع المدني والمنظمات المشهود لها معناها بالوطنية متحكم الاتحاد وغيره من المنظمات الوطنية نحاول ونخرج بحكومة إنقاذ وطنية هو شعار المرحلة بالنسبة لنا في الطيار الديمقراطي على الأقل من نشوفوش خيار آخر بخلاف معناها حكومة إنقاذ من قانون الانتخاب من قانون الجمعيات من قانون الأحزاب من قانون الهايكاء وغير وغير وأذنما أولويات اللي بشي تخليك نهاريخ معاش ترجع تعاود بعد 2024 وهذاك فاسد وهذاك وصل بالمحسوبية وهذاك وصل بالرشوة وهذاك وصل بالجمعيات هذنما كلهما نقاط الخلافية في تونس هذنما أساسا نتفك ونمحيهم كل واحد يربح ساحالي نحن رجعين بعد قليل الحوار الوطني أن تصور الاتحاد مختلف على تصور رئيس الجمهورية والحوار أيضا الذي تريده النهضة ومن ولاها مختلف على الحوار التي تريده وليس صعب أكثر مسألة التوافق على شكل عام وتصور يرضى عنه الجميع فيما يتعلق بالحوار الوطني لكن أقبل فيما سؤال الحقيقة البارح شفنا أمين عام حركة الشعب وحده مشي لرئيس الجمهورية وهي في العادة وقت اللي يتم الدعوة للتفاوض كان رئيس يدعو كل من أمين عام حركة شعب وأمين عام التيار الديمقراطي أيضا وكان التيار حاضرا بجانب الرئيس ما الذي يحدث خلال هذه الفترة هل يوم التيار عمل قراءة نقدير ربما العلقته برئاسة الجمهورية وأيضا أداء رئاسة الجمهورية وبدأ يأخذ في خط التميز ومتاعه ويبتعد لأنه حتى على مستوى الحدة والكمة منتعة التصريحات الداعمة لرئيس الجمهورية وإلا الرافضة لعملية أحيانا النقد والتي تجاوز تصبح تجريح في بعض الأحيان ما كنش فرد توازن حركة الشعب حركة الشعب مضت إلى الأمام وكأنها اليوم حزب الرئيس شوف احنا رب بنسمى لعلاقتنا مع سيد الرئيس الجمهورية مش علاقة سير سير وإحنا وركب البندير علاقتنا هي نقيم الموقف وإلا معناها الرأي اللي يأخذ رئيس الجمهورية هذه كلمة الحزب تجتمع وتقرر إذا كان الموقف في مصلحة البلاد فأنه نكونوا معاه إذا كان الموقف ضد أنه نكونوا ضد تماما كما مشروع القانون المحكمة الدستورية بالنسبة لنا كان الموقف متاعنا هو تصويت لأنه هو مشروعنا أصلا هو مشروع الطيار يمكن أن تخدم عليه وحسن فيه جود هذه موضوع ثاني بالنسبة للسيد الرئيس الجمهورية ولقاءه مع سيد زوير مغزو أنا على حد علمي نهار الجمعة يمكن على حد علمي معناه لا يوجد معلومة مؤكدة بشقاء بالسيغاز يمكن اختيار من سيد الرئيس الجمهورية كان قبل صحيح يستقبل المزوز مع بعضهم المرة يمكن يمكن يميز يستقبل فرادا هذا كخيار من عنده معناها ما فماش الامكانية القطيعة هو أصلا هذا الأمر اللي لازم يصير مشكلة مع الطيار ولا مع حركة الشعب سيد الرئيس الجمهورية يجب يتشاور مع الناس كل ويحاور الناس كل بأن يصير معناها تحت السقف الدستوري وطبعا الناس اللي تتهجم على سيد الرئيس الجمهورية من الجمش سيد الرئيس الجمهورية هذا هو هل يوم أصبح متاحا ولا مازلنا نحكيه على حوار مع الجميع واختلف مناس تهمت الرئيس الجمهورية بالخيانة بالعمالة بالجوسسة بالعمل في أطراف أجنبية هذا الكل يأخذ بعين الاعتبار وهذا التعفن في العلاقة مبين الأطراف السياسية وبعضها على الأقل ورئيس الجمهورية يأخذ بعين الاعتبار في تعميق الأزمة كيف يقيم أرسائل أخرى اللي يبعث بها رئيس الجمهورية سواء في خلال الإفطار اللي كان عاملوا في الشعنبيا ولا قبلها في عيد القوات المسلحة وحديثوا على أنه يترأس القوات المسلحة العسكرية والمدنية اليوم هل فهم موقف واضح من التيار من هذه المسألة وخاصة في سياق متاع التوينسة يقول لك اليوم نحن محشتناش باش نسترجع أي صورة من الصور حتى اللي تنجم تذكرنا بالاستبداد بالنسبة للطيار الديمقراطي كموقف رسمي ما رأيتش أنا موقف رسمي ما تخرجناش موقف رسمي لكن النقاش متاعنا يش قال قال أنه بالنسبة لنا أولوية الأوليات للمحكمة الدستورية لأنه في الأخر كم يشتجي تناقش كل واحد أنظر حجاج متاعه وسيد رئيس الجمهورية عمل محاضرة كاملة وبين من دستور تسعة وخمسين والتدرج وكيفاش كانت قوات عسكرية وبعض ولا قوات مسلحة والمقصد منها وكذا نحن نشوف أنه على الأقل أنا معناها بسيف تراج القانون نشوف أنه المقصد من الصلاحية الحالية لسيد رئيس الجمهورية هي فقط القوات المسلحة اللي معناها نحكيه علىها هي الجيس لأنه الفصل 17 من الدستور فصل الجيش الوطني كذا كذا وقوات الأمن الداخلي هما كذا كذا وزيد حتى في الصلاحيات أسند له الخارجية والدفاع لو كان مشينا بالمنطقة متاعه أنه عنده الداخلية وعنده القوات السجون الأصلاح اليوم تابعين العدل وعنده الغاباء معناها بش ندخلوا في متاهة كبيرة برش والأخير أنه التونسي ما هوش محتاج للعركة هذه متاع شكون عنده القوات المسلحة وفي الأخير زاد شنو بش تعمي بهم قوات المسلحة ما بش تحمي بهم تونس وإلا ثم سيناريو آخر بالنسبة لنا أحنا اليوم السرعات هذه متاع شكون عنده القوات المسلحة شكون نسيطر على القوات المسلحة ما تهمناش ما تغنيش بتونسي في حقا شي ما تنفع في حقا شي هالمسألة لحقا أنا سيد رئيس الجمهورية والله معزفي ما نش معاها لأسين جمدين فقط في جزء معين للتفكير أن القوات المسلحة المدنية هي تنفذ جزء من سياسات الحكومة وقت اللي خرجه تونسي يتظهروا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في شهر جام في تتذكر ماذا كان أداء قوات الأمن وبطبيعة بتعليمات واضحة وبتوجيه واضح من رئيسة الحكومة طبعا أحنا إذا كمش نشوف تجه جادا من تعيد رئيس الجمهورية تعرف مش نوصله فما رح نختير برشا لا يعني بما أنه مسألة التحييد التام وكأنه هذه المؤسلة قيمة سياسية لها هذا في حد ذات وأيضا نختير لا هم مش نختير المنطق إنهم تحت إشراف السيد وزير الداخلية المنطق لأنه كما قلت أنت ينفذوا في السياسات أنت عاصلتها تنفيذية يعني المعركة مرة أخرى معركة صلاحيات على حقاب أو على مسائلية ذات كمسياسية كبيرة نهار من نهارات كتيبة تقول أحنا تابعين السيد رئيس الجمهورية ونمشيو بتعليماته ونمشيو في تونس نعمل حرب أهلية حتى في وسط المؤسسات هذا حوار لازم يكون أنه المواضيع هذي كل تتحل وما عاش نصدرهم من الرأي العام رأوا مش كان تونس رأوا حتى العالم اللي يتفرج فينا طوالدول المانحة تعتقد أنه هذا جو سليم متاع الناس تجي تعطي فلوسها في تونس ياخي الناس نحسبهم أحنا مغفلين يجي ثمه واحد يستثمر في تونس تهو أكثر ملكاريسية بدرجة متفاق اليوم كيفش ممكن أنه يكون فما أرضي هل هذا مثلا يستوجب وساطها منكم وتدخل منكم كالتيار الديمقراطي ومعكم الأطراف السياسية الأخرى اللي هي نرجع مرة أخرى للعائلة الوساطية يومي إلى ذلك أو على الأقل ما نحيدت نفسها أكثر ما أمكن خلال هذه الأزمة منذ بدايتها نحو أنه يتم تقريب وجهات النظر ما بين رئاساتها الثلاث وإجلاسها على طولة الحوار وخاصة الاتفاق على إطار للحوار الوطن لأنه التصور الرئيس مغاير تماما على تصور الاتحاد على تصور رئاسة البرلمان يعني تقريبا نحكيه على ثلاثة حوارات لا تشبه بعضها للبعض هو يشوف في كل حوار لازم تنازلات بالنسبة لسيد رئيس الجمهوري شنو التنازلات نشوفها هو التنازلات اللي ناجم قدمها هو عدم التمترس بالصلاحيات واستأثاره بتأويله الدستور وإلى آخره بالنسبة للاتلاف الحكومة لازم طبعا يتخلى على هشام الشيش لأنه هو سبب في هذه المشاكل هذه كله يعني أنتم وصطتكم أو خلينا نقولوا دفعكم نحو الحياة الوطنية بمسروط بخلوج هشام الشيش بصراحة راشد غنوشي بصراحة في مجلس نواب الشعب يجب يستقيل وإلا يقال لأنه بصراحة هو زاد أسباب من الأسباب تعفو المشهد السياسي بتونس والتكهرب الأجواء وهو اللي خل وصلنا للمرحلة كل واحد متمترس بصلاحياته وكل واحد يستفز في له اليوم أنتم أسبقوا من عريضة لصحب الثقة من راشد الغنوشي هذه العريضة تقريبا مرة أخرى خفية ذكرها وما عادش أسمعنا عليها المشكلة في فلسفة العريضة ولا المشكلة في أنواب اللي ملتزموش ولا في أنواب اللي عملوا توافقات أخرى تحت الحيط بعيدا على الاتفاق الأصلي معك عريضة الأخرى عريضة الأخرى إشنو تم وصلنا لـ 73 صبيناه المرة دي قلنا لأ مش لفايدة نصبه 73 ونام نجلسة ومن بعد منها يرجى هو يكتسب شرعية أخر وقال لي يا أخو معنا جرعة إضافية متى شرعية اليوم قلنا إذا كان وصلنا 109 اللي هي قانونية نجم تازد به تصب العريضة متاعك ما وصلتش ما تصبش أحنا إلى حد هذا اللحظة قادنا في 102 102 103 104 مرة واحد يزيد مرة ينقصوا أنت والمفاوضات وأنت والكواليس وأنت عالمة بالكواليس اللي في المجلس واللي الناس يفوضون بالفلوس وناس يشدوا عليهم ملفات وناس يشدوا لهم قائد لحزب متاحهم ويفوضوا به معناها اليوم بالنسبة لنا نبي القروي هو أداة المفاوضات مع قلب تونس ما معناها مقتل يتقول يشدوا لهم القائد متاع الحزب متاحهم ويفوضوا به مش هما شدوا معناها بمعنى هذا ولي هو على ذمة القضاء لا لا رمزيا شدين الملف هما يعدوا أنهم هما الحل بدا إذا كانوا تشدوا في صحب الثقة من الغنوشي فإنه أنسوا نبي القروي هذه أنا أقول بالنسبة لقلب تونس إذا كان أنت مبدئي وحزب مبدئي وناس وطنيين وناس حلل الوضعية السياسية في تونس وهل أنا من مصلحة البلاد راشد الغنوشي يتنحى من البرلمان وامشي فيها إذا كان أنت مقتنع أخرج قراني مقتنع بالتأسير الديمقراطي لراشد الغنوشي وإنه مجلس نواب الشعب لا يوجد حتى إخلالات وإنه مجلس نواب الشعب كان ممحله والناس كل عايشين وخيان وصحاب وحباب وهكم تشوفوا والنواب كل مطمئنين وما فماشي كوني لبسكاسك وما فماشي كوني زغرت وما فماشي كوني عارك وما فماشي كون يضرب بالتباس في زملاء هذا إذا كان هم يشوفوه أخويا واصلوا طوحنا زلنا نسحبه العالية نتصح بثيقة ونقتنع بالقيادة الحكيمة لسيد راشد الغنوشي البرلمان الأزمة هذا الجزء من عنوين تقلت في صحافة برشا بعتباره اليوم أصبح ممبع مصدر ومعمقها أيضا منش نسألك ما فماشي رجل الرشيد على خطة وعندكم عام ونص واضح أن الرشد الغي كفر أكثر من الرشد ما فماش طريقة على ما يبدو أنه يتم تصفيت الأوضاع وتنقيتها داخل البرلمان إلا إذا مشينا للحوار الوطني يظهر لهذا هو الزاوية التي حشرة فيها التوينسا بانتظار هذا الحوار شكرا لك نجم الدين بن سالم القيادة بطائر ديمقراتي أنا أتمنى من كل قلبي أنه يركز كثيرا في العمل المتاعه على الجانب الدبلوماسي الاقتصادي سيد رئيس الجمهورية وضعية اقتصادية منهرة جدا التوينسا حتى صحيا معناها ما تمكننا لنجيبه عملنا على الحكومة هذه لنجيب الطلاقيح لحد الآن نسبة الطلاقيح منخفضة جدا ولا قح الجرعة له لما نضع الجرعة الثانية وإلى آخر سيد رئيس الجمهورية تحرك شوية وفعل الدبلوماسية التونسية وقوم بزيارات للدول الصديقة والشقيقة نجيبه إن شاء الله بقدرة أبي نحاول نحسنه بلادنا لقحو لكم ولا مازالهم أنا ما لقحتش الباقي من عاش يمكن خلص يمكن خلصة يمكن تو في الأيام المقبلة نزيد ونعرف هذا هو فما نواب تمطع بهذا تلقيح وإلا لا نشكركم كل اللي تبعتونا على امتداد هذه الساعة نشكر تاهر السوسية ومارين مناع وشاكر بالجسم وجهان علوين ونشكر سينا جمدين على حضورك معنا هذه يمينا زياني تنتهي ينتهي موعدكم معها لهذا اليوم نتلقى الأسبوع المقبل وغضو يكون عندكم موعد في الباديو مع زميلة ملك اليزيد بس لا مجاية طيبة